بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد الزهراء مجمع نورين نبوة وإمامة يترى هذه الكلمات القصار بالإمكان أن تشير إلى عمر حافل من العطاء في حياة السيدة الزهراء عليه السلام هذا هو شعار مهرجان روح النبوة أثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة وفي هذا الشعار الكثير والكثير من المظامين والمعاني التي سوف نستوضحها إن شاء الله من خلال الجلسات البحثية والقرآنية والشعرية وبتنوع كل نشاطاتها ومشاركاتها أكيد كان لنا بإذن الله تعالى بتوفيق من الباري عز وجل حوارات عدة مع الضيفات اللي يشاركنا ويشاركنا إن شاء الله في الأيام المقبلة في فعاليات هذا المهرجان معنا اليوم الدكتورة زهراء سادات مير هاشمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله نبارك لكم ذكرى ولادة مولاتنا السيدة زهراء عليه السلام ومبارك لكم إن شاء الله وكل جميع المسلمين والمؤمنين وأكيد هنيئا لكم لمشاركتكم في هذا المهرجان وخدمة مولاتنا السيدة زهراء عليه السلام شكرا بداية نتعرف على تخصصكم وأيضا عن نشاطاتكم في تخصصكم ذاته في بلدكم بإذن الله تعالى حتى نتعرف على الحافز يعني مجيئكم ومشاركتكم في هذا المهرجان تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام الله تعالى على سيدة النساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة وليه أم الحسن والحسين وأم الأئمة المعصومين صلوات الله عليه مجمعين شكرا لدعوتكم أنا دكتورة زهراء صادات ميرها شمي من جامعة الزهراء في إيران أنا رئيس كلية إلهيات في جامعة الزهراء في طهران إيران وأيضا مدير قسم الفقه والقانون في جامعة الزهراء إذا تسمح لي أكمل باقي كلامي باللغة الفارسية أنا تخصصي الفقه والقانون الخاص في الأسرة والمرأة وأكثر بحوثي وتحقيقاتي ركزتها في المباحث الفقهية وحقوق المرأة والأسرة وحاليا أعمل في جامعة الزهراء في طهران كباحثة وتدريسية موافقة إن شاء الله دكتورة زهراء هذه المشاركة هي المشاركة الأولى أم لديك مشاركات سابقة في هذا المهرجان بالنسخ اللي سبقت لديك أم لديك أطلاع على أذا كانت هذه المشاركة الأولى لديك أطلاع على النسخ التي سبقت وما دار في هذه النسخ تفضلي إنها المرة الأولى التي وفقنا الله والحمد لله لكي أشارك في مهرجان روح النبوة حقيقة تم تبليغي من خلال جامعة الزهراء عليها السلام حيث أرسلت رسالة إلى الهيئة التدريسية لتدعوهم للحضور إلى المهرجان والمشاركة في مهرجان روح النبوة وأنا اعتبرته واجبا على أن أخطو خطوة ولو كانت صغيرة في تعريف أئمتنا المعصومين وخاصة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والنماذج العظيمة من نساء شيعتنا لذا قررت مع انشغالي وعدم وجود الوقت الكافي لدي أن أقدم بحثا لائقا في هذا المهرجان وأشارك فيه صحيح بأنني هذه أول مرة أشارك في مهرجان روح النبوة ولكن سابقا شاركت في كثير من المهرجانات والمؤتمرات في العراق مثل مهرجان الذي أقامته جامعة الزهراء التابع للعتبة الحسينية المقدسة وحقيقة إن إخلاص نية الشعب العراقي وحسن ضيافته المؤثرة جدا والتي رأيناها في أيام الأربعين وهذا الأمر مثير للإعجاب حقا بالنسبة لنا نحن الإيرانيين ونشاهد في إيران تنتقل هذه الإشادة من فم إلى فم ومن شخصا إلى آخر والكل يتحدث عن حسن الضيافة للشعب العراقي لهذا السبب مع الإخلاص تجاه أئمتنا المعصومين في العتبات المقدسة أحببنا أن نتمكن من تقديم احترامنا لأئمتنا كلما أمكننا ذلك وكنت مشتاقة جدا لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والمولى قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام وإن استطعت أن أذهب إلى زيارة الكاظمين وسامراء وهذه كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي وأشعر حقا بأنني مدينة للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام الذي وفقني ودعاني لهذا المهرجان وأحمد الله وأشكر المولى أبي الفضل العباس عليه السلام لهذا التوفيق ولهذا السبب عندما توفقت في هذه الزيارة أهديت صلاة لمولاتي أم البنين أم أبي الفضل العباس عليه السلام وبالنسبة لنا الإيرانيين هذا اليوم نسميه بيوم الأم نحن نحتفل بيوم ميلاد سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام باعتباره عيد الأم أيضا ولهذا السبب أردت أن أقدم احترامي إلى أم أبي الفضل العباس أم البنين عليها السلام أود أن أشكر العتبة العباسية المقدسة على تنظيمي وإقامتي مثل هذا المؤتمر المهم للغاية واسمحوا لي أن أقدم لكم بعض التوضيحات بنفسي أعتقد أن فاطمة الزهراء عليها السلام وربما غيرها من نساء الشيعة المقدسات من الضروري جدا لنا نحن الشيعة أن نقوم بتعريفهن للعالم ولهذا السبب أرى بأن العتبة العباسية المقدسة أخطط خطوة ضرورية جدا في هذا المجال وأنا بدوري أشكرهم وأسأل الله العلي القدير أن يغمدكم برحمته وفضل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام سلام الله عليها ما ذكرتيه الآن بالإمكان نقول أنه شكل حافز كبير أيضا للإقبال والمشاركة في هذا المهرجان إنه لواجب بمجرد ذكر اسم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أن أخطو خطوة في هذا المجال إن استطعت ومن المؤكد نزداد شوقا وحماسا هذه دعوتكم ما نسميه بالفارسي محرك الداثع الذي يدفعنا خطوة نحو رفع ثقافة أهل البيت أحسنتم كل التوفيق إن شاء الله لننتتم في الحديث مع حضرتكم إن شاء الله دكتورة بعدنا نتوقف مع هذا الفاصل نذهب إذا هذا الفاصل ثم لا نعوده ونحن في رحاب مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بالنسخة السادسة إن شاء الله دعواتنا الصادقة من القلب بأن يكتب لهذه النسخة الحضور المميز إن شاء الله والمشاركة الفاعلة والبصمة التي يبقى لها أصدى والتأثير إن شاء الله في تاريخ المرأة المسلمة تحديداً لهذا الجيل حياكم الله مرة أخرى وحيا الله الضيفة الكريمة الدكتورة زهرة حياكم الله شكراً دكتورة زهرة بناءً على اللي ذكرتي سابقاً الآن لو هكذا سألنا برأيكم ما هو دور هكذا مهرجانات في تشكيل الهوية الثقافية المجتمعية المكانية نحن الذين نعرف أنفسنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام من المؤكد إنه من الواجب علينا جميعاً أن نكون ناشرين وناقلين لإسلوب حياة وطريقة عيش أهل البيت عليهم السلام كنموذج إنساني يضرب لنا القرآن المثال لإمرأتين كل واحدة من هؤلاء النساء الكريمات لكي تكون قدوة في جنبة من جوانب الحياة أو في بعض الأحيان عدة جوانب وعلى سبيل المثال في حياة فاطمة الزهراء عليها السلام نلاحظ جهات مختلفة والتي يمكن أن تكون مجتمعة نموذجاً مناسباً جداً ورائداً للغاية في الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الجهادية في الواقع سواء كانت للنساء المسلمات أو الرجال المسلمين أو حتى لنساء العالم كله والآن بنظري مع هذه المهمة التي يحملها المسلمين فإن العتبة العباسية المقدسة يقومون بعمل عظيم ومع وجود كثير من العقبات في العراق مع وجود أئمة الأطهار ونحن نعلم في عصور كثيرة مدن عدة كانت منتجة لعلم أهل البيت عليهم السلام في العالم كالنجف الأشرف وبغداد وفي الواقع كانوا يخطون خطوات كبيرة لإحياء العلم في جميع أنحاء العالم والآن مع الشعب العراقي وارتباطهم بالجمهور المقدس لأهل البيت عليهم السلام لقد تحقق هذا النجاح حقاً حيث قامت العتبة العباسية المقدسة بهذه الخطوة العظيمة والمهمة لغرض نشر الحقيقة ورفع اسم مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام في العالم وليس فقط بين المسلمين أريد حقاً أن أقول إنني شخصياً أعرب عن امتناني لجميع منظمي هذا المؤتمر فقد خطوا خطوة كبيرة حقاً كما قلت بأنه واجب علينا جميعاً ولكن وضعتم أنفسكم أولاً في هذا المجال وأنتم الأول في ذلك بالدعم الذي تقدمونه فعلياً لهذه المقدسات ومع الدعم العلمي الموجود في العراق فأنتم بالتأكيد أول من يخطو في هذا الاتجاه حقيقةً أننا في إيران بهذا الفرض والوجوب الذي ذكرته سابقاً نره واجباً علينا أن نرفع بدورنا رقناً من أركان هذه الرأية وكمثال على ذلك إن شاء الله سنعقد هذا العام المؤتمر الرابع باسم الحوراء الأنسية في نفس المجال في الحوزة العلمية لأخواتنا في طهران وأنا محبوبة كوني الأمين العلمي بهذا المؤتمر وأرجو أن تنتهي مجموعة أعمالنا هذه إن شاء الله بدعوات أهل البيت عليهم السلام إلى المكان الذي يرضي الله تعالى ويرضي مولانا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أحسنتم طيب برأيكم لو تحدثنا في آفاق أهداف هذا المهرجان كيف من الممكن حتى نتحدث أيضاً بشكل موضح أكثر كيف من الممكن أن يخدم المرأة المسلمة اليوم من شاركت ومن لم تشارك كما ذكرت سابقاً هذه الخطوات التي نخطو بها لإقامة هكذا مهرجانات ومؤتمرات ضرورية جداً في تعريف حياة الأئمة للعالم أجمع وليس فقط للنساء المسلمات ولكن لجميع العالم وعلينا أن نتحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بهذه القضايا بدل أن نكون سلبيين على سبيل المثال حقوق الإنسان المفروضة على الدول الإسلامية دعونا نتخذ خطوات فعالة لنشر طريقة الحياة الإسلامية السامية في العالم أجمع وفي هذا الصدد يبدو لي أن من أجل تدغير فعالية هذه المؤتمرات يمكن أن نحاول إشراك نساء أخريات حتى غير المسلمات من خلال تعريفهن بأهل البيت خاصة بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والمشاركة في مهرجاناتنا أي دعونا لا نركز عملنا وأنشطتنا ودعاياتنا فقط على النساء على سبيل المثال الشيعة ودعونا نطور عملنا ليس فقط على جميع المسلمات ولكن أيضا على المنظمات النسائية بشكل عام دعونا ننشر هذه الكلمة إلى الجميع ونطلب منهم المشاركة أريد أن أعرض لكم نقطة معينة على سبيل المثال البحث الذي قدمته في هذا المهرجان ولد بهذه الفكرة عندما وصلتنا أخبار أهل غزة وإن نساء غزة يقاومنا بطريقة خاصة وأسلوب حياة خاص جدا جدا يظهرنا جدارتهن في مواجهة العقوبات الصهيونية المفروضة عليهم في كيفية إعداد أسرهن للجهاد وتحمل العديد من المصائب والمشاكل بما يتماشى مع أهدافهن السامية عندما فكرت في الأمر رأيت أنهم يقتدون بالسيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام القدوة التي نحن نتخذها بالحقيقة نراها في نساء غزة يعكسونها بشكل كامل رغم أنهن لسنا شيعيات وهذه هي الفكرة التي جعلت من مقالتي وبحثي في مجال التحليل وعرضتها في مهرجان روح النبوة أحسنتم أحسنتم موافقين إن شاء الله في ختام هذا الحديث برأيكم ما يعني ميزة هذا أو أين يكمن التمييز في هذا المهرجان عندما طلعت على تفاصيل برنامج بأيام المتتالية أكيد لفت انتباهكم أو ملت إلى تفصيلة معينة في برنامج هذا المهرجان فأين تكمن الميزة حسب وجهة نظركم في هذا المهرجان النقطة الأولى هي أن هذا المهرجان يقام في ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وهذه لوحدها ميزة خاصة تجلب البركة لهذا المؤتمر النقطة الثانية هي أن هناك موضوعا في هذا المهرجان يجعله مميزا حقا وأنا وأنا متأكدة من أن العديد من الأساتذة والكتاب الذين يشاركون في هذا المؤتمر هو بسبب إخلاصهم نحو المولى قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عليه السلام وبما أنه تمت دعوتهم من قبل العتبة العباسية المقدسة دفعهم هذا للمشاركة في هذا المهرجان يعتبرون ذلك توفيقا لهم من خلال مشاركتهم في هذا المهرجان أن يتشرفون أيضا في زيارة المولى أبي عبد الله الحسين وأمير المؤمنين وأهل بيت النبي سلام الله عليهم أجمعين وأنا على يقين إن جميعهم يعتبرون أنفسهم مدينين لدعوة العتبة العباسية المقدسة والمولى أبي الفضل العباس عليه السلام في هذا التوفيق والآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته حقيقة إننا نجتمع في هذا المكان المقدس في جوار المولى أبي عبد الله الحسين وابن أمير المؤمنين أبي الفضل العباس عليهم السلام لها ميزة خاصة جدا جدا يمكنك التأكد لو إننا عقدنا هذا المؤتمر في أماكن أخرى لما وصل إلى هذا المستوى وهذا له آثار إيجابية أما بالنسبة لسؤالكم بأن أي من البرامج التي يتضمنها المؤتمر سيكون مميزا جدا في رأي إذا تحدثنا عن قضايا المرأة وحقوق الأسرة في الإسلام وأسلوب حياة وطريقة العيش السامية التي يقدمها الإسلام للمرأة فيمكننا في التأكيد أن نكون ناشرين وناقلين لأسلوب الحياة الإسلامية السامية الذي يرفع مكانة المرأة في العالم على عكس ما نشاهده اليوم لسوء الحظ بأن المرأة ليس لها مكانة كريمة وتعامل كسلعا ونعمل ببركة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وفاطمة الزهراء عليه السلام أن نتمكن من اتخاذ خطوة نحو الارتقاء بالمرأة في العالم موفقين إن شاء الله تحيط بكم ألطاف الزهراء وكذلك الأخوات المشاركات في تحقيق التمييز في هذه المشاركة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم دكتورة زهراء جدا شكرا أنا أشكركم وأشكر جميع من قام بتنظيم هذا المهرجان والعتبة العباسية المقدسة وأتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة أن تتمكنوا من قيادة هذه المؤتمرات وأرسال ونقل أسلوب الحياة الفاطمية لجميع نساء العالم أحسنتم إلى هنا نصل إلى ختام حوارنا في أمان الكريم ترجمة نانسي قنقر شكرا